اشتركوا في القناة بين البلدين الشقيقين وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بقصص النجاح التي تحصدها البحرين والإمارات وما وصل إليه البلدان الشقيقان من مستويات عالية من الشراكة والتنسيق على كافة الأصعدة مؤكدا معاليه أن مسيرة العمل الثنائي والمشترك بين البلدين الشقيقين تعكس تاريخا طويلا من العلاقات والروابط الأخوية المتجاثرة جاء ذلك خلال استقبال معاليه سعادة السيد ضرار بلهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطن الإمارات حيث قدم لمعاليه وفدا شبابيا من خريجي الدفعة الأولى من برنامج البرلمانيون الشباب الذي تنظمهم مؤسسة وطن الإمارات بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالرؤى والأهداف الطموحة التي ترتكز عليها المؤسسة ومبادراتها النوعية لترسيخ القيم والمبادئ الرصينة لدى الشباب من جانبه أكد المدير التنفيذي لمؤسسة وطن الإمارات أن زيارة وفد برنامج البرلمانيون الشباب تأتي انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الطويلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر